الان اريد ان اغير الخط لانه لا يبدو جميل كالواضح يعني الموضوع وسنستخدم فالان بالنسخة الجديدة فلا داعي لتثبيت اي شيء. النسخة الجديدة على فهم لا داعي لتثبيت فهي موجودة للتاو فانا لم اثبت اي شيء. دعونا نرى حتى اريكم. فاذا لاحظوا لدينا هنا نيكست ورياكت ورياكت دون. لا يوجد شيء عن فوند. فسنذهب الى وكما قلت هنا بلاي اوت سنطبق الفوند. والفوند الذي اريد تطبيقه هو من جوجل اه اسمه شانجا. فدعونا نذهب لجوجل حتى اريكم الخطوط. فذا هذا جوجل فوند. هنا يمكنكم ان تجربوا اي خط تريدون. اي خط. اه فحددوا اللغة العربية كون الان موقع عربي. يمكن ان تجربوا اي خط من هذه الخطوط. لا مشكلة. اه ساستخدم خط اسمه تشانجا. اه والان سا اين هو تشانجا? اذا ارد نرى. فاذا اعنى تشانجا ها هو. اذا هذا هو خط تشانجا فقط يعني تحتاجون اسم هذا الخط لا شيء اخر. اذا الان اه هنا طبعا اسمه مع سنقوم بامورت تشانجا لان هذا الخط من الجوجل. طبعا عفوا ليس هنا بل هنا. وبعد ان نجرب هذا الخط الذي نريد بنفس الاسم الموجود بالجوجل هكذا. بكل البساطة نقوم بانشاء من هذا الخط. واحدة. فنكتب هنا تشانجا ويساوي تشانجا بكابتال لتر. لاحظوا. هذا الاسم نفسه الذي جربته من الجوجل. وهنا اعطيه بعض من المعلومات. فمثلا يمكن ان اضيف له حتى استخدمهم بسي اس اس. الان سترون كمتغير سي اس اس. فساكتب هنا اه تشانجا فونت. هكذا ال اريد ان اسميه. اه اريد ان اخذ السبسيت. ماذا اكتب انا? اريد ان اخذ السبسيت العربية. ساكتب هنا Arabic. وبالنسبة للويت. الويت لهذا الخط فانا اريد مائتين. ساجلب كل الاشياء. ربما انت تحتاج فونت اه واحد فتجربه هو. اذا كنت لا تستخدم الباقي. لا تجلبها. لان هذا يعني يزيد اه مساحة وحجم ويعني بدون اي فائدة. فذا هذا هو الخط. انا جلبته وقم بانشاء منه. اذا اردت تطبيق هذا الخط فبكل بساطة هنا بهذه التي تحيط باللياوت. ساكتب هنا و ساضيف لانه الان اصبح هذا انشأت منه اصبح له ساضيفه الان. لاحظوا تم تطبيق الخط بشكل اوتوماتيكي. لكن الشيء الذي انا فعليا اريد تغييره هنا هو انني اريد اضافة لهذا الخط. فربما اذهب لجلوبال. ستايل جلوبال. واضيف هنا للبادي مثلا. هل سيطبق? نعم. طبق هكذا بشكل افضل. للخط بدلا ان يكون فوق بعضه البعض. فاذا هكذا اعتقد اجمل. فاذا الان نريد ان نضيف اه تاريخ التحديث هذا. قلت لكم نريد ان ننشأ لها اه حتى تظهر بشكل جيد. فبكل بساطة سنغلق هذا. فاضيف التغييرات الذي اضفتها على بالان بشكل سريع. اكتب جيد. فالشيء الذي اريده انه اذا قمنا برؤية ملفات المشروع. اه نريد ان نضيف هنا باليوتيلتيز بهيلبر. نريد ان نضيف شيء لفرمات هذا التاريخ. فبكل بساطة سنذهب الى وهنا ساكتب فورمات ديت. وسننشأ فونكشن. سنجعله اكسبورتابل. فاذا فونكشن. سبورت فونكشن. جيد. فورمات ديت. الذي سيأخذ هذا الديت الذي لدينا. وسيقوم بريترن فورمات ديت هنا. فكيف ذلك? فبكل بساطة سنجل بالديت. اه سنقوم بالتحويل هذا. هو هو بالاصل هو ديت. لكن سنؤكد ذلك. فاذا ديت سترينج. لانه سينتقل كسترينج اعتقد. يمكن يمكنكم التأكد من هذه النقطة بنفسكم. فاذا الان سأجلب الدي من ديت دوت ديت. ديت يعني اليوم. ايضا سأجلب الشهر من هذا الديت. فاذا باستخدام لكن تبدأ من الزيرو. يعني تبدأ زيرو وليس من الواحد. فانا اريد معرفة الشهر بزائد واحد. اه بالنسبة اليير. فانا اريد ديت. اه فول يير. وانتهينا. الان عندما نقوم برترن فسقوم برترن الدي سلاش سنقوم برترن المنث سلاش وسنقوم برترن اليير. وانتهينا. فاذا الان قمنا بانشاء هذي بكل بساطة فسنستخدمها بالريسيبي. فاذا سنتهب للريسيبي. اين سنتهب اليها? هي موجودة بالكمبوننت ريسيبي. ومن هنا سنقوم بامورت اه فورمات ديت. روم مسار واحد لاعلى. يوتيلز وهيلبرز. هل اسمها هكذا? لاني نسيت حقيقة. نعم اسمها فورمات ديت صحيح. فاذا هنا عندما قمنا بجلب تاريخ فنحن بكل بساطة نكتب فورمات ديت. فالان يفترض التاريخ يظهر بالشكل الصحيح وهو ظهر مثلا تاريخ اليوم. فاذا الان على بكل بساطة لو قمت بهكذا. فنلاحظه ظهر تاريخ التحديث بهذا الشكل. جيد فمنتع زدا انتهينا من هذا الموضوع. بشكل سريع. اريد ان اعدل هنا بالستايل الخاص بالريسيبي. اه فلا اعرف اذا قمت بفتحه فاذا نستايل زر الريسيبي. اه هنا بخصوص الريسيبي فانا اريد في حالة ان اين الميديا فاذا هذا. ففي حالة الاجهزة الاجهزة الهواتف او المساحة القليلة فانا اريد فعليا الريسيبي ان نقوم بلا اريدها بهذا الشكل. هذا الشكل افضل حقيقة. صحيح? هذا الشكل افضل. اه فهنا يوجد الان مساحة بالنسبة للريسيبي متى. يوجد مساحة عندما قمنا بلاها. فيوجد مساحة ان نكتب لا نريد بل نريد ان تكون بهذا الشكل اثنين. هكذا افضل واجمل. وبالنسبة للاعلى نفس الفكرة اه سنضيف ثلاثة في حالة كان هناك مسافة بهذا الشكل. اه وربما نضيف بالكنتينر اثنين بالوقت الواحد. وليس اه يعني وليس ثلاثة. فاذا اذهبنا الى الاعلى هنا. بشكل افضل ونضيف بالرول واحد. فاذا اذا قلنا بعرض ذلك. فاذا نلاحظوا ستظهر بهذا الشكل اجمل طبعا. اجمل بكثير. وايضا هنا اريد هذه التايتل. اعتقد ان لم نقم باضافة ريديس. فاذا اريد اضافة ريديس لهذا الموضوع. فاذا سنذهب الى الريسيبي تايتل. فاذا اين هي الريسيبي تايتل? فاذا الريسيبي تايتل ها هي. هل يوجد اه ريديس? فاذا بوردر ريديس. اه توب لفت ريديس. هكذا اسمها. فاذا نعود مجددا لنرى. فاذا نلاحظوا هكذا تظهر بهذا الشكل. اه لكن كانت منحنية قليلا لان الباقي اضفناه خمسة بيكسل وهذه عشرة بيكسل. فاذا دعونا نغير مثلا بالنسبة للثمنيل. اه اين هي الثمنيل? فاذا هذه الثمنيل بالاعلى. هل اضفناها على بوردر ريديس? فاذا سنضيب هنا عشرة. وسنضيب هنا عشرة. او واحد انا اضفت. يجب ان نضيب عشرة. فاذا هكذا يمكن هنا ان نقوم بالغاء الريديس في حالة الموبايل فون هنا في الريسيبي ثمنيل. اه بوردر ريديس. سنجعلها زيرو. اذا لاحظوا سيختلف. ايضا بالنسبة في حالة الفون سنجعل الريسيبي ثايتل هنا. الريديس زيرو. اختفى الآن الريديس. طبعا الشيء الذي اردت ان اقوله هنا ان الذي طريقة الذي اكتب بها هو ان اكتب هذه هذه الموجود هنا واضيب ادناه مباشرة. اطبعا لا اضع اه في مكان. الميديا في مكان. والستايلس في مكان. لا. كلما اردت ان اضيف اه تغيير على الاشهزة النقالة بالنسبة لنقطة ما فانا اضيفها ادناها مباشرة. فاذا هذي هي الطريقة افضل للتعديل. فاذا هذا بالنسبة لصفحة الريسيبي. هذه التغييرات التي اردت ان اقوم بها. اما بخصوص الصفحة الاساسية. الصفحة الاساسية هي هذه الصفحة صفحة الريسيبي يعني صفحة الريسيبي الواحدة. اه سنقوم بتغييرها بالشكل التالي. هو اننا سنضيف بداية لها. فاذا سنذهب الى سنذهب الى سنذهب الى بيجز اه اي دي. بيجز اي دي هو مكان وجود السنجل ريسيبي هنا. وبداية سنجلب اه كمبوننت اللي اوت. اذا سنكتب هنا لي اوت. وثم هنا لي اوت. وسنجلب سنضعه هنا في الاعلى. اذا لي اوت. وسننهي الكمبوننت هنا بلي اوت. جيد. اه وبالنسبة للتايتل لهذا اللي اوت. فاذا تايتل افون تايتل سيكون ريسيبي تايتل. وبالنسبة للدسكريبشن سيكون ريسيبي دسكريبشن. ممتاز. سنمسح هذه الجنرال كنترول وسنمسح هذه الهيدر. اذا الان ستظهر بهذا الشكل. اه بخصوص اللي اوت ايضا هنا فنحن سنقوم عفوا بخصوص اليمبورت. سنجلب الريسيبي. سنستخدمها مجددا. اذا هذه الريسيبي. اه من كمبوننت ريسيبي. وبدلا من هذا كله. بخصوص اه هنا سامسحه. واكتب للريسيبي كونتينر. سنجلب الريسيبي. هذه هي الريسيبي. ساضع فيها محتويات الريسيبي. بهذا الشكل. اه فقط. ايضا دعونا نرى هكذا فقط. اذا لاحظوا ظهرت لنا بهذا الشكل. نفس فكرة الموضوع السابق لكن ظهرت بهذا الشكل. نحن نريد ان نجعلها ضمن كونتينر ولا تأخذ هكذا كل الصفحة. فلحل هذا الموضوع يمكننا القيام بالتالي. هو نضيف هنا style. اه نسميه عفوا نضيف class name. وهنا لدينا styles. الان سنجلبها طبعا. اه سيكون لدينا هنا ريسيبي كونتينر. وبالاعلى سنجلب التي نحتاجها. ساحذف هذا. وسنجلب styles. فإن ال styles. اه from styles. سنجلب آآ داش موديل او دوت موديل دوت سي اس اس اس. هذا الملف هنا. سنذهب اليه هنا وقمنا بجلب كل شيء هكذا. في الاتنى ساكتب ريسيبي سينجل بيش. وهنا لدينا ريسيبي كونتينر. بكرة ريسيبي كونتينر ستكون بسيطة جدا. هو اننا سنعطيه max width بالوضع الطبيعي يعني بالشاشات العادية. آآ ثمانين بالمائة. الماكس ويت. والمرجن سنعطي فوق top bottom one rim وتوسيطه على الجوانب. لكن سنجعل ايضا هو responsive. فبالتالي سنضيف هنا media query. بحيث ان على الشاشات الصغيرة اللي انا نريد ان نعطيه آآ ثمانين. فهنا يمكن ان نكتب بالشكل التالي. كان الماكس ويت مثلا سبعمائة. آآ انت يمكنك تحديد نقاط لبريك بوينت هذا. آآ وبخصوص الريسيبي آآ الريسيبي كونتينر. يمكن ان نعطيه مثلا تسعين بالمائة. نزيد الماكس ويت. هكذا ابضل. فاذا جيد. فاذا هذا بالنسبة للريسيبي كونتينر اللي نرى. هنا ستأتي الريسيبي. وآآ نريد ايضا التعديل هنا. لا نريد ان نعرض هذا. لان للتو لدينا العنوان هنا. آآ فلا نريد عرض هذا. فبكل بساطة ساقوم باضافة آآ بالنسبة للريسيبي هنا. ساضيف ايضا جديدة هنا. ساضيف وساقول يعني هذه الصفحة هي وهنا بالنسبة للريسيبي كونتينر الآن انا بالريسيبي كونتينر ساقول التالي. ان اذا لم اكن لم تكن هذه الصفحة صفحة فاعرض هذا. والسينجل هذا ساجلبها من وقيمتها الافتراضية. طبعا ما المشكلة? نعم هكذا. يجب ان اكتب. فاذا الان ذهبت ذهبت التعريف هكذا. فاذا فقط لدينا صورة. لدينا هذه الامور. ولدينا هذا الموضوع. طبعا هذا يمكن ان نجلبها لأضنى الصفحة هكذا لمشكلة. هذه مواضيع بريسالي نتحدث عنها لاحقة. آآ لكن الآن يجب ان نجلب مقادير الوصفة ويجب ان نجلب آآ يعني الخطوات. فلنقم بذلك سأقوم باغلاق هذه الامور التي اضفتها هنا. وهنا بالصفحة السينجل ريسيبي هنا. قم باضافة الريسيبي. ايضا سأضيف ديب اخرى هنا. سأسميها كلاس نيم ستايلز ريسيبي كونتنت. هنا فعلا موضوع الريسيبي من خطوات من كذا. سأضيف هنا ايضا ديب سأضيها كلاس نيم آآ ستايلز ريسيبي كارد. وبداخلها سأضيف ايضا ريسيبي هيدر. فهنا سأكتب ستايلز ريسيبي كارد هيدر. وسيكون داخلها اتش تري وهنا فيها الهيدر. مثلا هاده طبعا سنجلبها عند المسيجز. وبعد الهيدر سنضيف فعليا الريسيبي كارد كونتنت. المحتوى هذه الكارد. الان سنرى. فاذا هنا كلاس نيم ستايلز ريسيبي كارد كونتنت. وهنا سنضيف الانجريديينت. فاذا لنرى كيف يبدو ذلك طبعا لا يوجد انجريديينت. يوجد انجريديينت لكن يجب ان اوضع ريسيبي دوت انجريديينت ربما. فاذا الان صحيح. فاذا لاحظوا هذه هي الانجريديينت. اه وظهرت لي كلمة هنا وظهر لي هذه. طبعا نفسها سأكررها بالنسبة للستيبس. فاذا نفس الشيء سأكرره بالنسبة للستيبس. سأجلب ريسيبي كارد هنا. فاذا هذه هي ريسيبي كارد. نسخ. وادناها سأضع كارد اخرى باسم ستيبس. وهنا لدينا ستيبس. عفوا. ستيبس يفترض. فاذا الان ظهرت لدينا الانجريديينت وظهرت لدينا الستيبس بهذا الشكل. الان اريد ان اقوم بالستايل لهذا الموضوع. فبداية لدينا الكارد كونتنت اللي تحتوي هذا وتحتوي هذا. فلنبدأ بالستايل. فاذا هنا بالنهاية هذا الملف. اه ملف الريسيبي. هنا سأكتب ريسيبي كارد. فبقصوص الريسيبي كونتنت هذا. اريد ان اجعل بجانب بعضها البعض بالوضع الطبيعي. اه فا او بداية دعونا نضيف اه مارجن لهذا الموضوع. ونضيف اه ماكس ويت تسعين بالمئة. طبعا في حالة كانت هكذا. اه سنضيف ديس بلاي غريت. وغريت تامبلت كولوم. ستكون هي عبارة عن ربيت. سو وان فراكشن. وغريت غاب. هكذا. لتكون بجانب بعضها البعض. بالنسبة للشاشات الصغيرة. فيمكن ان اخذ هذا. بدلا ان اقوم بكوبي بيس. اه بدلا ان اكتب. فبالنسبة للشاشات الصغيرة. الماكس ويت مثلا سبعمائة. اريد الريسيبي كونتنت. لا اريد ان اعرضها كجريت. بل كبلوك عادية. وارد ان اعطيها كل الصفحة مثلا. فاذا الان مجرد اني هكذا قمت في هذا الشكل. فيفترض هذا ان تكون فوق بعضها البعض. فاذا جيد. الان لموضوع الريسيبي كارد. موضوع الريسيبي كارد. كل بساطة دعوني هكذا. الريسيبي كارد سنضيف ستايل لها. فاذا ها هو. اه بداية سنضيف مثلا جري. جيد. اه سنضيف بوكس شادو. تعلموا عن هذه الخاصية جميلة لانها. ويمكن استخدامها بشكل جيد وتظهر مظهر يعني حديث نوعا ما. فاذا هذه هي بالنسبة للبوكس شادو. اه اريد اضافة بعضنا الريديس. ربما تلتزم في كل موقع ان تضيف ريديس مثلا خمسة بيكسل او عشرة بيكسل. تلتزم به في كل الموقع. اه حتى يكون كل شيء يعني هناك نوع من الاتصاق. اه اريد اضافة فاذا جيد. جميل. وبالنسبة للمارجن لاحظوا تبدو هذه الكارد يعني فوق بعضها بهذا الشكل. فاريد اضافة مارجن حتى افصلها عن بعضها. فاذا شكل هكذا جيد. اه انتهينا من هذا الموضوع. الان بالنسبة لريسيبي كارد كونتنت او ريسيبي كارد كارد هيدر. الهيدر. الذي هو كلمة وكلمة فانا اريد الفونت سايز يكون هكذا. وبالنسبة الفونت ويت اريد ان يكون بولد. وربما اعطيها مثلا تكس ديكوريشن اندرلاين. يكون خط تحتها. جيد? فاذا اعتقد هذا شيء اه جيد. بالنسبة للكارد كونتنت فاذا الريسيبي كارد كونتنت. فاذا يمكن ان اضيف هنا بادنج وان رين. بهذا الشكل. اعتقد الشكل جميل وجيد. اه بالنسبة لعرض المارك داون هنا او هذا الشيء لم يتم عرضه بشكل جيد. هذا سيكون له قسم خاص. قبل الانتهاء من هذا اود اضافة النوت هنا في الادنى. النوت لم نضيفها. فبكل بساطة ساقوم بنسخ الكارد هذا. وبخارج الكارد والكارد كونتنت هنا. اريد اضافة النوت وهنا ريسيبي نوت. فاذا اتمنى ان لم اخطئ بكتابة المعلومات. فاذا اللي نرى. يبدو انني اخطأت ام لا ذا. لم اخطئ. فاذا هذه هي النوت. ظهرت بهذا الشكل. فاذا جميل جدا. الان اريد استبدال المسيجز. بدلا من حتى تظهر هذا اه باللغة العربية. فبكل بساطة هنا باعلى البيجز ادت ساقوم بجلب المسيجز. اه فاذا ريسيبي 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 ستابس ريسيبي نوت. التي سيتم اضافتها هنا. فاذا بدلا من نوت سنضيف ريسيبي نوت. حتى تظهر باللغة العربية من ملف. عفوا. من ملف المسيجز. فاذا مرة اخرى لاحظوا هنا ظهرت لدينا ملاحظات. اه اه هنا بالنسبة للستيبس سنكتب ريسيبي ستيبس. وبالنسبة للانجريديانس سنكتب هنا ريسيبي انجريديانس. جيد? فاذا الان ستظهر كلها. فاذا هذه القطوات وهذه المقادير. فاذا ممتاز. فاذا اصبح الان الموضوع اسهل بالنسبة لنا اه او الشكل اصبح ربما انتم الان ترتحون قليلا. انه يمكنكم ان تنشؤوا شكله ليس الشكل الافتراضي شكل اخر. يمكننا التعديل عليه وانشأه بشكل افضل. اه فالخطوة القادمة اننا نريد ان نعرض هذا. هذا عبارة عن مارك داون. سنتحدث عن المارك داون اه قليلا في القسم القادم. ايضا سنقوم بعرض هذا اه بشكل اه صحيح. فاذا الان نريد ان نعرض المقادير بالطريقة الصحيحة. وليس بهذا الشكل الموجود. لان الاحظ اذا ذهبنا الى مثلا لنرى كيف تظهر المقادير. ففعليا هي تظهر بشكل وليس بشكل مارك داون. الفكرة انما قمنا نحن بي build لريسيبي مثلا build لريسيبي كوليكشن بي سترابي فنحن وضعنا ان هي عبارة عن ريتش تيكست. فلم نختار ان هي عبارة عن مرة اخرى لنذهب. اذا هي عبارة عن ريتش تيكست. اين هي هذه. ريتش تيكست. والستيبس ايضا هي عبارة عن ريتش تيكست. ماذا يعني ريتش تيكست? يعني يمكن ان ندخل بداخله مارك داون اتش تيميل. وليس فقط تيكست عادي. يعني مثلا نكتب مثلا هلو وورد. ليس فقط هلو وورد. دعني اشرح لكم كيف ذلك. فاذا تيكست العادي يعني اكتب مثلا هلو. هذي تيكست عادي. لكن عندما انا اكتب مثلا سترونج. سترونج يعني تاغ واغلق السترونج تاغ. بهذا الشكل. واكتب هلو. هنا هذا اسمه ريتش تيكست. لانه بداخله اتش تيميل. هذي اتش تيميل. يوجد ايضا لدينا اه مارك داون. مارك داون يستخدم كثيرا بالجيت هاب. ويستخدم ايضا بالا اه بكل البرامج التي تستخدم جيت. مثلا جيت لاب جيت هاب كذا. او عندما تريد كتابة ريدمي فايل. فانت تستخدم كتابة اذا اسمه هكذا. مارك داون. فكيف تعمل مارك داون? مثلا لاذا اردت مثلا ان اضيف مثلا سترونج بالاتش تيميل اضيف ويظهر لي بالخط العريض. بمارك داون مثلا اضيف هكذا. واكتب مثلا حلو. وهكذا تظهر لي حلو بالخط العريض. جيد. اه فمثلا اذا اردت مثلا ان اضيف اه اه فاذا ندعونا نرى. مثلا اذا ذهبت الى هنا. يعفوا ريسيبي كونتن مانيجر. والريسيبي مثلا اي ريسيبي مثلا هذا? ولدينا هنا جيد. فاذا اردت مثلا اضيف اه تايتل لها مثلا اتش وان لاحظوا كيف ستظهر? ستظهر بحاش. لكن لو ستظهر ستظهر قبلها. جيد. اما اذا اردت ان ابيناها مثلا بالخط المائل فسيضع بينها. الاندرلاين سيكون بهذا الشكل. فالنتيجة هكذا. فعندما يتم ارسال يرسال هذا ل فانا اريد فعليا ان يظهر ليس يظهر عادي بل يظهر بماركداون. فاحتاج انا تقوم بتحليل هذا الشيء كماركداون وعرضه كاجتامل هنا. هذا الشيء اسمه اه سنستعين بلايبراري بهذا الموضوع وسنقوم بتحميلها الان. فاذا اسم هذه اللايبراري ري اكت ماركداون. سنكتب انبي اي ري اكت ماركداون. ومباشرة افضل عندما نقوم نحن بتثبيت لايبراري جديدة. احب دائما ان اقوم بجيت كومت مباشرة. حتى نوضع النقطة ان بعد تثبيت هذه اللايبراري حدث معي شيء ما فيمكن ان اعود لنقطة ما قبل اضافة هذه اللايبراري. هذا بموضوع اه فساقوم باضافة فورا هنا للباكج دوت جيسن. واكتب اه اه ممتاز. فاذا الان في هذا المكان. اريد ان اجلب ري اكت ماركداون واستخدمها. فبكل بساطة في الاعلى. اكتب امورت ري اكت ماركداون. روم ري اكت ماركداون. واريد استخدامها بستيبس. فاذا بالستيبس هنا. فاذا بالستيبس سنكتب بداخل الكارد كونتنت هنا. سنكتب اه اه ماركداون ونغلقه. وبداخله سنكتب ري سيبس. فاذا لنرى كيف سيبدو ذلك. لاحظوا ان ظهرت بهذا الشكل. لكن مرة اخرى قد تقول لي لا تظهر يعني بالشكل المناسب. لكن فعليا لو انت قمت بانسبيكت المنت لهذه الخطوات. هل ستكون مجرد اتش تامل. مجرد عفون سترينج. لا هي الان اتش تامل. هي الان وفيها ال اي. لكن انا في موقعي لم اقم بي اه يعني بستايل ال ال اي او للوردر دست. فيمكن ان اضيف هذا الستايل هنا. فاذهب الى اه ستايلز ري سيبي. وهنا بداخل الكونتنت. ستايل ري سيبي كارد كونتنت. يمكن ان اكتب هذا. انا ري سيبي كارد كونتنت. اذا كان بداخلها ال اي فانا اريد الليست ستايل ان يكون عبارة عن نمبر. فالآن ستجدوا هناك ارقام هنا ظهرت. فاذا ممتاز. ايضا ساقوم مثلا بي اه وضع هنا اذا كان هناك strong tag. فانا اريد مثلا font weight ان تكون bold. فاذا الان لاحظوا هذه ظهرت bold. ما هي strong tag. فاذا لاحظوا strong tag. كيف strong tag? لان اذا ذهبت الى ري سيبي هنا بسترابي. اه و الى اخر ري سيبي. هذه الري سيبي دجاج بالكارد. فاذا نلاحظوا في الادنى. هذه النجمتين هكذا. هذه markdown. فظهرت لي اذا قمت في preview لها ستظهر لي بالخط العريض. وانا ايضا قمت بجلبها باستخدام markdown. فقمت بالstyle لها حتى ظهرت بهذا الشكل. نفس الشيء سنجلبه للمقادير. فاذا بكل بساطة سنعود الى حيث كنا. اه وحيث كنا اين كنا? كنا هنا. فتنسى اجلب انا markdown هنا للsteps. واضيفها ايضا لالingredients. وحفا لم انسخها بشكل جيد. فهذا مرة اخرى. وهنا بدلا من سنكتب ري سيبي ingredients. وها هو. فلاحظوا ستظهر لنا المقادير. وايضا ستظهر لنا الخطوات. وايضا هناك ملاحظات. فاذا صبح الري سيبي نوعا ما اكتملت بالنسبة لدينا. يمكن ان نغير هل هذا هو? هل هذا هو موقعي? هل هو يظهر بشكل جيد برأيكم? فعليا الموقع جيد لا بأس به. افضل بكثير من السابق. لكن دائما هناك مجال للتطوير. اه ومجال ليجعل الموقع اجمل. ليجعل الموقع يعني مناسب للمستخدم بشكل اكثر. فاذا دائما هناك مجال لذلك. فبتأكيد ربما لاحقا اقوم بجلب هذه المدة واضعها هنا في الاسفل او اقوم بتوسيط هذا كله هنا. اه يمكن ان اوسطه الان لنرى. فاذا هذه فلنرى اذا استطعت ان اوسطه. نذهب الى نحن قمنا بجعلها فيمكن ان اكتب ربما. فلنرى. فاذا هنا يمكن ان اكتب هكذا ديسفلي. وفليكس دايركشن تكون سنتر. فاذا لنرى كيف تبدو ذلك الان. فاذا لاحظوا توسطت. يمكن ان تكون بهذا الشكل ايضا. وتبدو ربما بشكل افضل هكذا. ويمكن ان نطور لاحقا عندما نجلب الصورة هادا بشكل حقيقي. نرى ماذا يمكننا ان نعدل. وانطور. اشتركوا في القناة